القصر الملكي كان بيلعب دور مهم جداً في الحضارة المصرية القديمة في وقت الملك كان هو اللي بيتم فيه إدارة شؤون مصر وكمان بعد الوفاء كان بيستخدمه المصر القديم في تزيين الأبواب الوهمية ما هي كمان كانت مدخل لخروج الروح إلى النهار واستخدمها كمان في تزيين التوابيت واستخدمها في الجزء الصفلي من شكل السرخ أو اللقب الحوري كل ملك كان ليه سرخ مختلف عن التاني وشكل بوابة قصر مختلف عن التاني لكن فضل المصر القديم محافظ على التراصل المعماري لشكل القصر زي الخطوط الرؤسية والأفقية وبوابة القفر الملكي